السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعة الكرام زي حضراتكم يا رب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم في الفيديو اللي معانا عن فنان عربي مشهور وهو الفنان منسي فنان طبعا احنا عارفينه كلنا وشاهدنا اعماله الفنية وقصة حياته هي قصة مأساوية غريبة جدا وهو حكم على ابنه بالاعدام شنقن وشارك في تنفيذ حكم الاعدام كمان على الرغم من ثقته ببراءة ابنه وهنحكي التفاصيل وهنقول ادق التفاصيل عن حياته وهنقول الواقع اللي حصل فيها ان ابنه اتحكم عليه بالاعدام علشان ايه هنعرف تفاصيل كتير معانا في الفيديو بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ننفعل الجرس على الكل ليسلك كل جديد وحصري من القناة واحب اشكر حضراتكم على دعمكم المستمر للقناة جزاكم عنا الله كل خير حضراتكم الفنان منسي فهيم التحق من صغره بكلية الامريكية في محافظة السيوت وتدرج فيها من المرحلة الابتدائية حتى حصوله على شهادة البكالوريا في ذلك الوقت او السنوية العامة والتحق بعد ذلك بكلية الحقوق وكان الاول على دفعته خلال الاربع سنوات والفنان الكبير منسي فهمي واحد من عباكرة الفن المصري وكان يطلق عليه في الوقت ده رهب الفن المصري واسمه الحقيقي منسي ابسخرون فهمي من موليد احد كرة محافظة السيوت يوم 7 ابريل عام 1890 وعقب تخرجه من كلية الحقوق عمل كموظف في المحاكم المختلطة باسيوت لفترة قليلة ثم التحق بالسلك القضائي حتى اصبح قادي المحاكم المختلطة على عموم المحاكم المصرية وكان لديه ابنين احدهم اسمه اسكندر وهو خريج كلية الحقوق وعمل في مجال السلمة اما الابن الثاني وده سبب قصة مأساوية اللي عاشها منسي فهمي وهو ابنه فهمي نشأ غير منضبط اخلاقيا فكان اكثر علاقاته علاقات نسائية ويتردد على الخمرات والبراط وكان له علاقة بزوجة احد جيرانه اللي كان بيسافر الى عمله بالاسكندرية ويعود يوم الخميس والجمعة وكان فهمي يتردد على هذه الزوجة زوجة جاره خلال فترة غياب زوجها في عمله في احد المرات عرضت عليه الزوجة ان يقوم بقتل زوجها لكي يخلو لهم الجو ولكن فهمي رفض ان يجاريها في مطلبها فقامت الجارة بعلاقة مع ميكانيكي ورشة اسفل منزلها وعرضت عليه فكر التخلص من زوجها فوافق ودبر لها خطة بان يقوم بدعوة فهمي لقضاء ليلة معها ويقوم الميكانيكي بالاتصال بزوجها ليخبروا ان زوجته تخونه ولا يحضر من الاسكندرية وان تترك له الزوجة باب المنزل مفتوح وبعدها يصعد الزوج ويجد فهمي سيشتبكان مع بعض واوصى الزوجة ان تجعل فهمي يشرب اكبر كمية من الخمور وبالفعل ما صعد فهمي الى جارته اتصل الميكانيكي بزوجها المخدوع اللي جيه على عجلة من الاسكندرية وعندما دخل الزوج وجد فهمي على فراشه مع زوجته اشتبك معه وكان في حالة سكر جديدة فدخل الميكانيكي من الخلف وفي اللحظة دي ضرب الزوج ضربة جديدة على رأسه قتله وهرب الميكانيكي وقتت الشرطة للقبض على فهمي ان لم يستطع اثبات برأته والذي اكد انه رأى شخص يقتل الزوج ولم يستطيع تحديد ملمحه بسبب حالة السكر واثر والده منسي فهمي الذي كان لا يزال قاضي في ذلك الوقت على ان يكون هو القاضي في هذه القضية وبالفعل حكم على ابنه بالاعدام شنقن رغم علمه ويقينه ان ابنه لم يقتل ولكن كان مبررا الى ان سوء اخلاقه اخلاق ابنه هو ما اوصله لما فيه وفيه يوم تنفيذ الحكم اصر على ان يكون شاهد على عملية تنفيذ الاعدام في ابنه وعقب تنفيذ الحكم قام بدفن ابنه ثم قام باستقالته من القضاء وجلس في بيته لمدة ست اعوام في حالة اكتئاب شديدة وعندما سمع الفنان الكبير نجيب الرحاني بالقضية توجه اليه وعرض عليه ان يعمل معه في المسرح وان هناك دور سيؤديه هو نفس دور وفي القضية قضية ابنه ومع الحاح من نجيب الرحاني الشديد وافق منسي فهمي على العرض وكانت بداية في مجال العمل وشارك بعد ذلك في جمعية ترك التمثيل العربي وعمل بعد ذلك مع مونيرة المهدية وعلي القصار وعبد الرحمن رشدي وجورج ابيض ويوسف وهبي ومثل ثلاث افلام مع كوكب الشرق ام قلصوم وخمس افلام اخرى مع ليلى مراد ومثل مع نجيب الرحاني فيلم سلامة في خير وبدأ الفنان المصري منسي فهمي مسرته الفنية في اوائل التلاتينيات وكانت بدايته في الادوار الصامتة مع بداية الافلام الناطقة بدأ العمل في اول افلام له بانوان وخز الضمير ثم قدم بعد ذلك في عدة اعمال فنية متنوعة مع كبار الفنانين والفنانات ومن اشهرهم اشهر اعماله الفنية الذي قدمها في الفن مع الفنانة ليلى مراد مثل فيلم ليلى في الظلام وفيلم قلبي دليلي وكمان شارك النجم الكبير يوسف وهبي في فيلم غرام وانتقام وكمان شارك في العديد من الاعمال الفنية التي لا تنسى مثل فيلم فاعل خير وغيرهم فقد تعد حصيلة الاعمال الفنية اكثر من خمسين فيلم والعديد من المصرحيات اما عن الابن اسكندر منسي اللي طبعا اعرفنا ان هو ابن الفنان منسي فهيم واللي اعتبر واحد من اهم الوجوه البارزة في السلمة المصرية وقدم حوالي تسعين عمل فني متنوع كما انه سلك مسلك والده فكانت بدايته في المصرح مصرح الرحاني واول اعماله الفنية كانت فيلم سي عمر مع الفنان القدير الراحل نجيب الرحاني كما اشتهر بدوره في فيلم ام العروسة مع الفنان القدير اماد حمدي وذلك دوره في فيلم الحفيد مع الفنان القدير عبد المنعم مدبولي وكان اخر اعماله هو فيلم الوحش داخل انسان وتوفى بعدها في 14 نوفمبر عام 1989 بعد صراع مع المرض اشتركوا في القناة